بلوتي مشاهدين جامع عدنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة واللي هنتابع تفاصيلها في سياق التقرير اللي جاي بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتنطلق أعمال إتاحة التقدم والقبول في الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2023-2024 وللتقديم بالفصل الدراسي الأول وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات النهاردة هينظم صالون نيفرتيت الثقافي حلقة نقاشية مفتوحة حول التقوس والمعتقدات القديمة وتأثرها على حياة المصريين وده هيكون الساعة ستة مساء داخل قصر الأمير طاز التابع لسندوق التنمية الثقافية هتناقش النادوة كل ما يخص عدات وتقوس وقناعات المصريين عبر مختلف الأزمنة اللي تورثوها من أبائهم الأوائل وباتت تمثل ما يطلق عليه التراث الحي النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة فريق تشالسي هيواجه فولهم الساعة 2.30 الظهر والساعة 7.30 بالليل منشستر سيتي هيواجه نيو كاسل يونايتد النهاردة العشاء الكرة الأفريقية معدهم مع المباراة لافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 اللي هتجمع مبيل منتخب كود ديفوار البلد المستضيف للبطولة مع غينيا بيساو الساعة 10 بالليل النهاردة كمان العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأسيوية هيلتقي منتخب أستراليا مع منتخب الهند الساعة 1.30 الظهر الساعة 4.30 العصر هيلتقي منتخب الصين مع منتخب تاجكستان الساعة 7.30 هيلتقي منتخب أوزباكستان مع منتخب سوريا